الحقيقة إحنا عندنا الآن قرابة 60 ألف موطاقل وفق المصادر الرسمية و 120 ألف موطاقل وفق المصادر الشعبية خلينا نقول وفق المصادر الرسمية 60 ألف موطاقل نقدر نقول زي ما قال بالأمس أحد رؤساء الأحزاب الأستاذ الزاهد قالك إن ضمير مصر خلف الأسوار في الموطاقلات في العلماء في المهندسين في الأطباء في الشباب في المحبين للبلد في كل حاجة موجودة كل حاجة حلوة موجودة النهاردة واحد من الحلوين من وجهاء مصر الوطنيين اللي قول حلوة الجميلة اللي تدنى عليها من أي مبارك وهي موجودة بتدافع عن مصر الوطن وتدفع عن مصر وجه الفساد المهندس يحيى حسين اللي اعتقل بقاله ثلاث سنوات عشان كتب مقال بيعبر فيه عن رأيه عن حب مصر وعن الواقع وعن النظام الحالي وعن الفساد والفشل تلاث سنوات والنهاردة المحكمة يعني للأسف الشديد ودي واحدة أخرى من النكبات تسييس القضاء حكم النهاردة بتلاث سنوات وطبعا هو حكم وطبعا اعتقلوا حضراتكم فجر يوم 19 يناير 2019 المهندس يحيى حسين أنا عايز أقول له حضراتكم ده واحد ده تاريخ وطني يشرب بأي حد ده واحد من مؤسسي حركة كفاية واحد في الجماعة الوطنية للتغيير راجل من أول الناس اللي اتكشفوا بيع مصر في عمر فاندي والبنك الأهلي واحد تاريخه ما قبل الثورة وبعد الثورة نقي نظيف المفاجأة أيضا تعرفوها أن المهندس يحيى حسين خارج الفنية العسكرية هو ابن القوات المسلحة المهندس يحيى حسين واحد من اللي شاركه في أول من شاركه في تأسيس مركز إعداد القادة رجل بكل هذه الوطنية وهذا تاريخ الوطني مرمي في السجن ثلاث سنوات حتى الآن عشان ينضم مع الكوكبة الكبيرة من القيادات الوطنية الموجودة حتى الآن ثم اليوم يحكم عليه بأربع سنوات السجن مش فاهم في الحقيقة أربع سنوات لماذا؟ بتومت إذاعة أخبار وبيانات كذبة واحد بيقول مقال مقال رأي نشره على صفحته أو في إحدى المواقع هي دي واحدة من اللي أنا قلت لحضراتكو عليها التاريخ حيتعجب قوي على اللي بيحصل فينا دلوقتي أحمد أعتقد الموانسيح يحسين راح للكثير عشان حاهمة مش عايزة سمي أسماء من المعتقلين كلهم طبعا زي ما انت عارف تاريخهم السياسي الناصع داخلوا لهم بيحبوا بلدهم إنما مفاجئة أوي النهاردة يعني هذا الحكم في ظلنا عفو رئاسي وإخراج بعض القيادات ولا مش عارف للبقاء مش عارف على المعتقلين يعني فيها لخمة صح؟ لا ما فيش لخمة ولا حاجة فيها بالعكس أنا شايف إن احنا أمام واقع انت عندك المهندس يحي حسين عبدالهادي زي ما حضاك ذكرت السيفي بتاعه كده شخصية وطنية حقيقية ما ينفعش بقى تقول عليه مهزب جدا أحمد شخص طبعا محترم جدا 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 مهزب جدا وعلى علاقة جدا 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 أنا أعرفه عشارة الراجل صادقته أو زملته استمعت إليه قرأت ليه شخصية مهزبة جدا ما تلاحش حتى من لسانه لفظ ما حتى ضد المعارضة أو ضد الخصوم أو ضد السلطة لكن في الحقيقة مثل هذه الشخصيات ومثل هذا الرجل النهاردة بيواجه سجن أربع سنوات في اللحظة اللي كان ما تقلنا جميعا أنه فيه ألف أربع وسبعين شخص هيتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي منين يا جماعة عفو رئاسي؟ ومنين بتحبسوا الراجل وتدولوا حكم بأربع سنوات كاملة لطهمة يعني في الحقيقة معيبة تهمة عيبة أنها تتعامل أصلا في مصر تهمة إذاعة وأخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد هو في الراجل كل مشكلته وكل شغلانته أنه هو رجل يحارب الفساد زي وزي سعادة المستشار جنينة سعادة المستشار جنينة كان رئيس الجهاز المركز للمحاسبات الجهاز الرئيسي اللي بيحارب الفساد ويرصده في كل أجلس الدولة لكن قرر هذا النظام في بداية عمله أنه الأصوات العاقلة المحترمة زي المستشار جنينة أو المهندس يحيح حسين أنه الأصوات دي تختفي خلف الأصوار لسنوات طويلة لما النهاردة بيجي يدي له حكم وهو بقى له أكتر من ثلاث سنين محموس احتياطيا حكم بسنة ربعة حتى لو جاله العفو مفيش معنى للعفو يعني العفو في هذه اللحظة ملوش أي قيمة ولا معنى هل هذه الدولة جواها تضاد في الأراء في جزء من الأجهزة وجزء من الأراء اللي بتدير الدولة دي بأجهزتها الأمنية والقضائية والعدلية شايف أنه العفو ده موضوع مهم وجزء آخر شايف أنه العفو ده موضوع مش مهم هل العفو دي فكرة طرقت على رأس الرئيس يعني وهو في الفطار فقالها بدون تنسيق مع الآخرين فلما جوب يطبقوا له الموضوع صعب جدا جدا فابتدلنا نخش في تفاصيل من نوع أن المهانس يحيح حسين ياخد حكم ولا إحنا أمام منظومة متكاملة مقرارة أنها ترويشنا معاها لكن لا يمكن يكون في حد عائل في هذا البلد شايف أنه في عفو قادم وانفتاح سياسي قادم ويعرف في نفس ذات اليوم أن المهانس يحيح حسين اتحكم عليه في محكمة أمن الدولة طوارئ لمدة أربع سنوات لا يمكن تقولي أنه هذا بلد مكمل على انفتاح ومن ناحية الانفتاح انفتاح السجون ممكن لكن انفتاح يعني انفتاح سياسي وخروج وكده تمنفتح العصد وانفتح على الآخر يعني طبعا حضراتكم شيء بالشيء يذكر النهاردة أيضا اصدرت إحدى المحاكم المصرية حكما بالسجن في قضية اتجار بالبشر اتجار بالبشر ده اسم جميل كده على الدعارة يعني يقولك ديق طبعا قضية اتجار بالبشر محمد الامين وذا زي ما تحدثت حضراتكم عن المهانس يحيح حسين عبدالهادي في لوحة الشرف يحيح حسين ده رجل حطه ساعته كده في لوحة أخرى خالية طبعا من الشرف الوطني لو قلنا ان هذا الرجل كان واحد من الذين سعده مبارك أثناء حكمه من الذين تصدوا ليه في صورة يناير واسسوا قنوات زي سي بي سي الآن اللي هي ذراع النظام وواحد من أهم أبواقه الآن موجودة إنما سبحان الله هكذا ينقلب السحر للساحر هكذا ينقلب الظالمين بعضهم على بعض محمد الامين اللي حققوا معاه وفي المحاكم وفي النيابات وجوه بنات ايتام واعترفوا أنا كلام ده بقول بعد اصدار الحكم ده أخذ ثلاث سنين فقضية المفروض حسب القضية وحسب توصفها قضية ضعار قضية هاتك عرض الأكثر من فتاة يتيمة قضية إنه هو في النيابة العامة وفي المحكمة تم الاعتراف من سبع فتيات إنه تم الاعتداء عليهم فياخد ثلاث سنين نعم المهندس يحيح سين عبد الهادي اللي كتب مقال عن حب مصر ياخد أربع سنين سجن شفت مش بقولك الفترة دي حتحير المؤرخين شفت مش بأب عوية عظم